تقويم السياسات والبيانات الضخمة بالتعاون مع الجامعة الأهلية بحضور أكثر من مئة متخصص ومهتم في مجال المعلومات الإحصائية ومزودي البيانات من القطاعين الحكومي والخاص ويحظى باهتمام العاملين والمختصين والمهتمين بمجال الإحصاءات بمختلف القطاع لما يمثله توفير البيانات الضخمة من أهمية بالغة في ظل التوجه العالمي نحو الاعتماد الكلية عليها في شتى المجلة ويهدف المؤتمر الذي يعقد لأول مرة على مستوى منطقة الخليج العربي وشرق آسيا إلى عرض تجارب عملية تطبيقية عن الاستعمالات الصحيحة لتقويم السياسات من خلال أساليب تحليل البيانات الضخمة كما يساهم المؤتمر العالمي في دعم الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالبنية التحتية للأبحاث المبدعة والتي منها الأبحاث التطبيقية لاستعمالات البيانات الضخمة لصالح رسم السياسات أو تقويم السياسات القائمة ترجمة نانسي قنقر